السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كوزين فاميلي اليوم ان شاء الله سنشارك معكم ما وجدته اليوم كيفما طلبتو مني ونشوفو كذلك كيفاش ممكن تستخدمو الخضر المخللة اللي وجدناه مع بعضنا وان شاء الله سنشوفو خبز عادي اللي سنوجدو به الساندويتشات ونشوفو كذلك واحد المربة اللي تهو سهل المهل وانتو معايا بسم الله توكلتو على الله اول حاجه هنا غن بدبل المربة باش بغيتها باش تبرد بديت بها هي اللولا مع غن ديرها على نار هادئة فقط طلب شوية ديال الوقت غن دير بنسبة الكيميا عندي هنا يا المشماش يميتي جوش كيلو جوش ديال كيلو وغن دير معها السكار ممكن ديروا حتى الكيلو ديال السكار انا اللي غدا ندير غير سبع ديال معلقات يعني ما عن كترش ولكن انتم ما ديروا سكر على حسب الضوء ديالكم اه ومتجيش حلوه بزاف اه ممكن ديروا سكر جوز الهند او اه او ديروا اه التمر ديروا هي طيب من ذا بغر هو كيجي يعني كيجي القوام مختلف وما داق مختلف ممكن كذلك ديروا العسل ولكن تلخر كيف شفتوه انا مرات تلاتة بنسبة عنده ضدو بحالي فانا درت غير ثلاتة ولي كيف تديروا غير النار تكون مهيلة هكذا تخليوها تطيب على خطر يعني ما تحتاجوش تبيتوها في السكار الى اخيره اه على نار هادئة حتى يطيح ذاك المشماش وصفيك تتمعكوها هكا اما بفخشات وتخليوه حتى ينشف تماما يقرب يبدأ ينشف سفيك تطفو عليه وها هو المربة واجد من اللي كتنشف كيف شكتشوفتو كتولي خاطرة خاصكم تديروها هكذا في القراعه وهي سخونة يعني متخليوش يبرد متخليوهاش تبرد خاص القراعه حتى يكونوا معاقمين وصفيهم وصفيهم اللي كتنشفوا لقراعه ان تقلبوها هكذا تبديك كالبريسيون كتنشت مزيان وثواتكب و لا بريدو تقوم باستخديروا كمية كبيرة وتحتافظوا بها فعقموهم واتهنو المهم انياا ما غديش نقلبوهم لانا انا غنستخدمهم ضغي ضغي غير شي ويعنيعنا ندير بهم بحلوة ان شاء الله خمنا نحن لا نقلبوهم ووالو هنخليم غير هكذا اه سافيم لي وجدت لي المربخ اللي تهن على جنب ودز باش وجدت لدي الفطور عاربت وضب العطلة كي في قش بكري فهنا عندي البيض اه اه غدا نزيد عليه البصلة هاد البصلة المخلة اه كتجيزوينه مع البيض بما انني غدا ان شاء الله نقدمه احتفل غدا فما غدا نكتر بزا فنزلي مغير شوية وديك الصلصة اللي هادو ما تستخدمت دياله كتجيزوينه مع البيض كتجيزوينه كسلصة يعني مع لي صندويتش عندها بزاف دي استخدامات كتجي بنينة بزاف 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 وسهلا يعني كتنجح مية في المياه اه وغدا نزل حتى شوية دي الزيتون لحته هو اه وجده فطر خاصة انه اه اه يعني لك اللي كي دير رياضة فاخسوي اكل اه البروتين على الاقل جوشت المرات في النهار واللي كي ياكل عو تاني يعني غير جوشت المرات فى النهار فمزين هكا كي ياكل مكلة مشبعة ما كيجي لاجوع لاتجي حاجة ويقدر يتسنى حتى الغوبة الثانية غندوز دابا باش نوجد الخبز اه نعجنو اه باش يالله يخمر فهنا كي شفتو كنت مخمرة اه العجينة الخميرة يعني درت يعني فعلتها فغدا نزيد اه درت الهنية الدقيق الكامل يعني بالنخالة ديالو هادي الفاغين انتيغرال اه وغدا بطريقة كيفاش كان يعجن في التغموميكس باش باش يعني وخا ندير غير عشوائي يعني كيف ما كان عجنو عادة يعني بلا حبار بلا من انتبع شي غوسات فكن قنزيد الماء ونحرك هكذا حتى كتبالي صافي را درت القياسي ديال الماء صافيو كندير التعجن فى التغموميكس هالطريقة دي كتجيني عملية مني كنبغين لما كنكون شبغى ندير لا غوسات لاتشي حاجة فاش كتعجنو في التغموميكس فبالزربة تتخمر ليكم يعني هاش كتدير الخميرة البلدية معا هو كي سخن شوية العجينة فبالزربة كتت يعني كتخمر ليكم هانا غا ندير كل شي ملي خلط دبال خميرة البلدية مع الماء درت زيت الزيتون وشوية ديال الملحة زيت الزيتون هنا بشي يجيكم الخبز رطب بزاف هكذا ويجي محمر بلا سكار بلا عسل بلا تشي حاجة طافيو غدا نعجنو خليتي التعجن مزيان ونخليه بطبيعة الحال يخمر مع هاد الحال مع هاد الحرارة فكي يخمر بسرعة مكياخدش بزاف ديال الوقت طافي انا انفضل نزل هنا باشي لا بغيت لا بغيت نستخدم الكاس لالقاحة من الاحسن من الاحسن مني التعجليكم في تغمومك تخرجوها وخدموها شوية بيديكم عاد غطيوها وخليوها تخمر هنا تتلصق شوية ضروري تكون خفيفة قال عجينة يكون فيها النخالة من الاحسن تكون خفيفة لا تكون ناشفة لكن تناشفة يأتي الخبز تقيل ويأتي قابل طراسه من الاحسن تخفو العجينة يأتي الخبز خفيفة ويأتي ارتب خاصة انا غنضروا بالساندويج خاصة يكون ارتب بزاف ويكون خامرة مزيان فهنا غنخليوها تخمر من بعد ما خمرات غندوز دابا هنا ما خليتش خمرات بزاف هنا غير شي ساعة سافي لان شفتو درت الخميرة بزاف ولكرة كانت مفاعلة سافي غدا نخويوها هكا من الهواء ونحاول نشكلها هكا اما تدروها على شكل طولي يعني على شكل باقيت او غير هو الباقيت هي جرتب هنا ما يجيكمش مقرمش يعني الطريقة دي العجينة والمكونات وهذا ما يجيكمش مقرمش سافي غنخلي هذا بقرستها مزيان لان غتنفخ بزة فضروري كنقرسوها هكذا النيس باش ما تتحلش ليكم باش ما يترتق ذاك الخبز كي يعني مهم باش كي تبقى الحجم دياله مزيان سافي هنا غنش نقطع هاد روقيته ديال القصبار وقيت ديال الحبار الحباق يعني غير غرسو 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 اخر ممكن تكونوا معطلين يعني غرسو مع الحرارة غير غرسو بقى وكت تسقيو رغير في محي بقعت ممكن تغرسو اللي بغيتو مهم هنا قطعت شوية قصبرو المعدنوس اه غسلتهم ودابا غدا وكنت ديرها واحد تلاسة البصيلات صغارين حمرين في الكاس وغدا نهز هنا هاد الفلفلة اللي رقدت معاكم غناخد منها هذا ريلا حليته غير دابا حليته معاكم غن ديرها هاكدك لانه سافي غن ديرها مع الكفتة فغن ديرها هاكدك نطحن كل شي في مرة ايا هاد الفلفلة هادي را غير هاكدك زوينة تقطعوها جبدوها تتخمر هكا وجبدوها تقطعوها غير بالمقص بجيكم سهلة تقطع اه وتتخلطوها مع الزيتون كاتجي رائع جدا مع الزيتون كاتجي فنه غزالة هاكدك خضرة باش هاكدك تستفدوم زيام فيتامين سي اه لان هادي مخلاء را كن نستفدو منها حسن هنا دارت زيت الزيتون وغدا نزيد دابا الكامون القصباس كنجبيل فلفلة حمراء يعني خلاص توابير را كل شي عارفها انا بغيت غير نوريكم كيف ما طلبتو مني كيفاش نوضفو اه كيفاش نوضفو الخضر المخمرة يعني في اه هنا عارفو بانا فاش كان نطيبو الخضر المخمرة راح كيمشي منها كين قسم منها المكونات ولكن اه حاولوا اه هي كتوليتك كتساعدنا يعني كتولي كتسهل عليك الخدمة حل دابا مثلا هاد النهار هادا عارا لاخر دي الأسبوع عارما كان عدي تقريبا مواهله اه اه كان عدي غير شوية دي البصلة اه اه ولا دي مش اجاب واحد شوية الكفتة حتى انا ما كان ديرش في المجمد اه اه صافي ومهم يعني كان عديت بهذا الشي اللي كاين صافي دابا اللي اه اه اطحنت هاد الخالط هادا غنزيدو مع الكفتة وهنا غنزيد شوية دي الحار انك يعجبني الحار فنفس الطريقة نفس المكونات ممكن ديلو مع كفتة دي السردين تجير رائع جدا وهذا الكفتة لا بغيتو ما تاكلوش كمية كبيرة من اللحم فممكن تزيدو حتى القرعة الخضرة محكوكة الخضرة الخضرة محكوكة يجي فن نحتها هي وممكن كذلك تزيدو حتى البصلة يعني واحد شوية واحد شوية واحد جوجة البصلات المشحرين اه بعد المرة انا كن شحر البصلة وكندلي هذي تزيدون ورا شاركت معكم الطريقة اه وكنحتافظ بها كنقا نزيدها هكا في بعض الخلاطات هكا كتعطي واحد اللدة خاصة يعني مختلفة مهم هي الكفتة كتروا على القصبر يابس فيها اما المكونات الخرارة راحكوش كي يدير نفس الشيء شوية سكنجبير شوية الكامون والملحة وصافي هذا الشيء اللي يكاين على القصبر اللي كتروا صافي هنا تقدروا تغطيوها تحتافظوا بها في تلاجة انا ذاك شي اللي اغطيتها وحتافظت بها تلاجة باش تكون شي ذاك الصباح يعني ما تهنيس يعني مش منتقاش كل مرة غادجية اه سافي هنا غدا نوجد لي واحد القلاس غير بالفواكه اللي كانت عدي بالمجأف المجمد تارت الماغتي والفرامبواز وقلت لي نوريكم كيفاش اه اه انا حيتماشي انا مختصة في يعني التغمو ميكس اه اه انا ندير طريقة باش ندير طحنه و قام مشي البلاسة ديال اه كندير بلاس بلاسة ديال فينكين القلاس وكأن اشي داك الفواكه اغير الموس يبقى ليه مزيان مدة طويلة كندير ادرس النمرة 5 في الأول ونبادي ندير النمرة 8 المرحلة الثانية ندير النمرة 8 بشكل مزيد لابل لا تتحن تحركوا أضغيتي تجعلوه تتحن ضغيتي يوجد لكم يعني تأولي تأولي يوجدو فيه المرحلة الثانية نعود انتحن وشكل مزيد أنا لم أدرس فيه ولو لقدرس فيه غير شوية السيغو ضغاب ممكن تدير العسل. سوف يواجد بارد. يعني اي فاكهة لقيتوها نقصة شوية التامن جيبوها قشروها وديروها في البواطط. راح يصبرو في المجمد كلي كي حساب لي بانهم كيت ترتقو غير ما تعب مريهاش. راح يصبرو اه جمدي فيها اللي بغيتي تقدر شري بواطط صغارين وتدير كل فاكهة بوحديتها وتبقيت جبدي مريس بغيت تحنيه كعني شي شي لاس في دابة كل شي وجد غدا ندوز دابة باش ندبراني كان طيب في الخبز في نفس الوقت. اه يعني هاي قاعدك شي لي عندي منقضه ولا غنحطة النهار. اه كانت بقى عندي غير مهم الخوص وما تشاهدوا دائما عندي. اه هنا غدا نحط البصلة البصلة المخمرة الحمرة كتجي رائعة مع الكفتة دي اي نوع دي الكفتة يعني كفتة دي الحوت البيض او الحوت الازرق اللي هو بحل السردين الى اخيري. طون كفتة دي الطون. اه كي يجي مهم مع الكفتة دي الحم مع الكفتة دي دجاج كي يجي زوين بزاف وهنا الحبق راقبية لما درتوش مع مع الكفتة. اه فضلت انا نخلي لانك يساعد على الهضم تهوى نخليها كن ديرو في الساندويتشات. سوف يقطع دي كماتيشة صغيرة اللي كانت عندي. والسلسة دي الفلفلة. والزيتون الاخيري. وهنا بتنوريكم باناني تحرق حرقت صبعي. وكندير دائما زيت الخزامة. زيت الخزامة تتمشي لكم دي كالساعة. دي الحرقة ما كتنفخش. وكتدير زيت كي يبرد عليك دي كالساعة تقدر الخزامة. يعني ما تحتاج الدير الى فاصمة لاتجي حاجة. اه مهم. بغيت غير نوريكم. يلا في ذلك الوقي ترنيت وقعت لي ودرت تصدق الزيت الخزامة في توريتها في الانستغرام ولكن قلت انا باش المتتبعات دي اليوتيوب ترون ما يشوفوا هذه الحيلة هذه. لان زيت الخزامة الويل مزيان بزيف زيف 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 الحرقة يعني من كي تحرق واحد هكا شي حرقة يعني مجرب من شها اللي ديونا سنديره. اه سافي اذا بحنا غض ندوزو دبا نوجده هكا كان وجد صندويش يعني كان دهن ديك الاصصة دي الفلفلاء التحت في الخبز. وغدا ندير ديك الكفيتة يلا خرجة من الفران مباشرة. هكذا كتجير طي طبعا. وخط لق دك الماء ما تخليوش دك الماء تعين شف الجفتة انشف ليكم. ازولو دك الماء وخليوه ين تكون سنطر بوحده في واحد الكاثرونة. وحطوه على جنبته هو يعني ما بلا ما تاوا. وتقدرو هذا كل الاصص تخليوه وتتبرد شوية تخلطوها مع هاد السلصة هادي اللي ديل الفلفل. مثلا انت هادي فكرة. تافي ودك شي اللي كان عندي هنا غدا نزل مع ذات الزيتون. غدا نديرو في الصندويش وكنسدو صندويش وهو واجد مهم كيجي بالنسبة لهدم بها الطريقة هادي غير يكونوا هاني المعدة اللي عندكم مشكلة يعني بها الطريقة هادي عند تجربة بالخضر المخمرة وبالخص وبشوية دي الخيار الاخيري فكيجي وخاصة ذاك الزيتون طريقة باش مخمرة مخمرة بالكركم ذاك شي الجلون دي له هكذا يعني كيساعدة للهدم انتمنى ان شاء الله الافكار دي اليوم تنال اعجاب دي لكم و الى فيديو جديد ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة